قلد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في بادرة تكريم خاصة متروبوليت جبل لبنان وجبال والبترون للروم الأرثودوكس المطران جورج خضر وسام الأرز الوطني من ردبة ضابط أكبر تقديرا لقامته المهيبة عطاء وحضورا وفعلا في لبنان والكنيسة المشرقية والعالم رمزا وطنيا جامعا في اللاهوت والفكر الإنساني والانتماء اللبناني العربي الحضاري وقال الرئيس عون في كلمته أنه في حضرة هذه القامة المشرقية الأممية العملاقة لابد من التساؤل عن من هو أحرى بالتكريم والعرفان أهو المطران جورج خضر أم اللاهوت الكبير أم المفكر الفيلسوف أم المصلح الاجتماعي أم حامل شعلة الضوء والرؤية في زمن الظلمة والانغلاق لأكثر من نصف قرن من الزمن سكلت عزاته ومقالاته وكتباته في الدين والفلسفة والاجتماع رابطا عموديا ما بين الإنسان والخالق ومدا أفقيا عميقا بين الإنسان والإنسان أما المحتفى به المطران جورج خضر فشكر في كلمته الرئيس عون معتبرا أن التقدير ما هو لا نتيجة الكرم التي يتحل بها الرئيس عون أنت تستحق لبنان فقط إذا أخلصت لله وللبلد إخلاصاً واحداً شكراً فخامة الرئيس وقد اخترتم من اخترتم وهذا فقط بسبب بسبب من الكرامة التي فيكم وفي ختام حفل تقليد الوسام أقيم كوكتيل للمناسبة وجرى التقاط الصور التذكارية مع الحضور ترجمة نانسي قنقر